مشاهدين أسعدتم مساء إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية ملخص للأحوال الجوية هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله أيضا يومي الاثنين والثلاثة هناك رياح شرقية وأيضا يوم الثلاثة ستكون الأجواء أدفأ من المعتاد أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ وجود كميات متفرقة من الغيوم معظمها محلية وهي من النوع غير الماطر لكن تتناقص كميات الغيوم تدريجيا في شرق البحر المتوسط وفي المملكة أيضا أما خرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن الكتلة الهوائية الباردة التي أثرت ستتراجع تدريجيا وتبتعد عن المملكة بإذن الله تدريجيا خاصة يوم الاثنين يوم الاثنين يندفع نحو المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أدفع وهذه الكتلة الهوائية الدافع نمثلها على القرائط باللون الأصفر والأحمر وبالتالي تسود درجات حرارة حول المعدل وأعلى من المعدل بعد يوم الاثنين وتأثيرها يوم الثلاثة سيكون واضح بحيث تكون درجات الحرارة يوم الثلاثة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة كون الذي سيؤثر علينا هو كتلة هوائية دافئة نسبيا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجة الحرارة الصغرى 5 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غدين الأحد ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أقل من المعدل أجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب المنخفضة المحلية العظمى بحدود 11-12 درجة مئوية والصغرى أثناء الليل بتكون الأجواء باردة والصغرى 4 درجات الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة توصل العظمى بحدود 15-16 درجة مئوية يعني تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والأجواء مشمسة نهارا لكنها باردة نسبيا أثناء الليل لكن أدفأ من الليالة الماضية الصغرى 9 درجات الثلاثة ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء تقريبا مغبرة نتيجة لنشاط الرياح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها حوالي 3-4 درجات مئوية العظمى بحدود 19-20 درج مئوية والصغرى 10 درجات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في كثير من الأماكن في المناطق الشمالية أقصى الشمال ستكون الأجواء غائمة جزئيا مثل إربد وعجلون هناك فرصة ضعيفة أو محدودة لفترة محدودة من الزمن وأيضا كميات محدودة لسقوط بعض الأمطار المحلية في أقصى شمال المملكة العظمى المتوقعة في إربد 15 وعجلون 15 والصغرى 6 إربد الصغرى 7 جرش العظمى 15 والصغرى 7 المفرق وجرش أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا المفرق العظمى 14 والصغرى 5 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الوسطى أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى في البلقاء 12 والصغرى 6 مأدبة 12-5 والبحر الميت 21-13 عمان 11-4 والزرقاء 15-5 درجات مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مشمسة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن أقل من المعدل تبقى أقل من المعدل الكارك 12-6 الطفيل 11-6 الشراح 9-4 الإمعان 15-4 والعقبي 25-16 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب وأيضا العظمى بحدود 17 في الصفاوي والصورة 5 الأزرق 17-7 والرويشة 18 إلى 5 درجات مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع أوقات سعيدة وممتعة مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة ولكم تحية مني ومن تقص العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة